وصلت أزمة الكهرباء إلى أهم منشأة خدمية تعتمد عليها عدن والمحافظات المقاورة مستشفى الجمهورية التعليمي يخرج عن الخدمة لـ 12 ساعة بعد نفاذ وقود المولد الكهربائي وفي ظل انقطاع التيار العمومي لساعات طويلة كانت نأساة سيظل الشعب ذاكر لها قرن من الزمن كان مساء قاسيا لا يفرق وضع المستشفى عن بقية منازل المدينة التي سجلت قرابة العشر وفيات إلا أن إدارة المستشفى تنفي أن يكون انطفاء الأجهزة الطبية سببا في وفاة الحالات المسجلة انقرأت الكهرباء وتسببت تلاف كبير بالمهاليل وقرب الدم أكثر من 60 قربة عادت تيار الكهربائي بعد توفير كمية إسعافية لكن المرضى والأطباء وفنيون المستشفى لا ينسون الساعات العصيبة في مختلف الأقسام قسم الغسيل الكلوي أيضا مرت على مرضاه ساعات الانتفاء مهددة لحياتهم مناشد القهات المعنية أن القطاع الصحي عندما يكون هناك فيه إشكالية فيه انقطاع تيار الكهربائي أو حتى المياه لأنه نحن عملنا يتركز على القيار الكهربائي والماء يكون هناك فيه احتياطي يؤمن حياتها ولأ الناس وتظل خشية تكرار ما حدث قائمة في المستشفى الأكبر في المحافظة بعد 12 ساعة من انقطاع غير المسبوق يعود التيار الكهربائي إلى مستشفى الجمهورية بكمية إسعافية من مادة الديزل مهددة بالنفاذ ما يعرض هذا المستشفى العام لتكرار مأساة البارحة آدم الحسن